طبخة الانتخابات في العراق تكرر موادها الرئيسة وما يسمى تغييرا وإصلاحا ليس إلا منكهات تضاف إلى هذه الطبخة قريبا من هذا الوصف صلطت مجلة الإيكونوميست الضوء على الانتخابات المقبلة في العراق مبينة أن العبرة ليست بنتيجتها وإنما بمن سيحكم العراق بعدها فهي لن تستطيع إزاحة الميليشيات من أجهزة السلطة الفعلية وعلى العكس من ذلك ستفرز تمددا ميليشيويا في كل الوزارات تقول المجلة البريطانية إن الوقائع تشير إلى مقاطعة شعبية للانتخابات ستكون أشمل من مقاطعة عام 2018 وتستند في ذلك إلى استطلاعات للرأي أجرتها في عدد من المحافظات وخصوصا تلك التي ينتمي إليها كبار زعماء الميليشيات وبحسب الاستطلاع فإن العراقيين لا يعترضون على هيكلية الانتخابات وتفاصيلها وإنما مشكلتهم الرئيسة مع الواقع السياسي الذي تجري في ظله عملية الاقتراع فما هو نفعها إذا كانت الميليشيات هي الحاكم الفعلي للدولة قياديون في ميليشيا الحشد تكلموا لمجلة إيكونوميست بكل صراحة أن ولاءهم الرئيس هو للمرشد الإيراني علي خامنئي وكشفوا عن سعيهم إلى تحويل الحشد إلى حرس ثوري ثاني في العراق وبذلك ينتقلون من الحكم الخفي إلى الحكم العلني تتسأل المجلة عن جدوى الانتخابات في ظل الواقع الاقتصادي المتردي حيث تنعدم أدوات أي حكومة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة وخصوصا أن المتسببين بها هم المهيمنون الفعليون على الأحزاب والكتل إنها انتخابات تشبه إلى حد ما تبديل أوراق اللعبة التي تبقي نتيجتها واحدة إنها مشكلة ضياع الدولة وانهيار قواعدها الوطنية اشتركوا في القناة